حتى أنني حاولت الانضمام للجيش ثلاث مرات لهدف واحد وهو أن أذهب إليهم وأقتل أكبر عدد منهم لأنني كنت أراهم أنهم الشر الكبير الذي يهدد هذا العالم وبدأت أسمع أكثر عن الإسلام وخصوصا في آخر مرة انضممت فيها إلى الجيش أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سلسلتنا الحق أحق أن يتبع هاجم كلب شرس ولدا في مدينة نيويورك فرأى رجل ما حدث وهرع للمساعدة وقتل الكلب صحفي في أحد الصحف المحلية في مدينة نيويورك شاهد ما حدث وأخذ صورا للحادثة ليضعها في العدد الأول من جريدته اقترب الصحفي من الرجل وقال له شجاعتك غدا سوف تنشر بالعدد الأول من الصحيفة رجل شجاع من نيويورك ينقذ ولدا فقال الرجل أنا لست من نيويورك فقال الصحفي في هذه الحالة يجب أن نضع العنوان رجل أميركي شجاع ينقذ ولدا فأجابه الرجل أنا لست أميركي أنا مسلم من باكستان في اليوم التالي صدرت الصحيفة وكان الخبر بالصفحة الأولى مسلم متطرف ينقذ على كلب ويقتله الـ FBI تبدأ تحقيقا في إمكانية وجود صلة بين الرجل وتنظيم القاعدة لم تكن هذه القصة غريبة على الإعلام الأميركي والإعلام الغربي ولا كثير من الإعلام العربي إلا مراحمة ربي لكن الغريب بطل حلقتنا اليوم هو من أحد ضحايا هذه القنوات تشرب الكثير من الحقد والكره للمسلمين من خلال هذه القنوات ومن وكالات الإعلام الأميركية الرسمية وحاول الالتحاق بالجيش ثلاث مرات ليذهب إلى بلاد المسلمين ويقتل أكبر عدد ممكن منهم الذين هم بنظره الشر الأكبر والخطر الأكبر على هذا العالم هذه كانت مقدمة عن حياة إبراهيم الذي التحق بالجيش ليقتل أكبر عدد ممكن من المسلمين يقول إبراهيم كلين تيغون قبل أن اعتنق الإسلام كانت حياتي تتمحور حول شرب الخمر وتعاطي المخدرات والاستمتاع بالحياة بالنسبة لي كان الهدف من وجودي في هذه الحياة الاستمتاع بأكبر قدر ممكن وهي الطريقة المثالية في نظري بأنسى همومي إلى أن أموت كنت في وسط بيئة محبة للموسيقى الساخبة ومحبة لموسيقى عبذة الشيطان معرفتي الأولى بالمسلمين بدأت عند وقوع أحداث 11 سبتمبر كنت صغيرا عندما بدأت الأحداث ولم أكن أعرف ما يجري بعد سماعي لخبر ذهبت إلى أحد أصدقائي وقلت له الإرهابيين أعلنوا الحرب على أمريكا ولم أكن أعرف قبلها شيء عن الإرهاب ومع بداية الحرب في أفغانستان بدأت أرى وأعرف الكثير عن المسلمين بدأت أقول بأن هؤلاء المسلمين يقومون بأعمال وحشية حول العالم ومن خلال الهجوم الإعلامي عليهم بدأ كرهي يزداد لهم أكثر وأكثر حتى أنني حاولت الانضمام للجيش ثلاث مرات لهدف واحد وهو أن أذهب إليهم وأقتل أكبر عدد منهم لأنني كنت أراهم أنهم الشر الكبير الذي يهدد هذا العالم وبدأت أسمع أكثر عن الإسلام وخصوصا في آخر مرة انضممت فيها إلى الجيش واستمعت إحدى المرات إلى إذاعة كانت تتكلم عن نظرية المؤامرة كانت إذاعة حكومية أميركية تدعى حديث الإرهاب كان وقتها الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الإذاعة تقول عنه أشياء سيئة جدا ولكن الأمر لم يكن منطقيا بالنسبة لي كيف من الممكن رجل يتبعه أكثر من مليار إنسان كل هؤلاء يتبعون الرجل بهذا السوء فبدأت أتساءل عن ما يؤمن به المسلمون وبدأت في ذلك الوقت أبحث في الدين الإسلامي تصادفت بالإنترنت مع أول شخص مسلم أتعرف عليه وكان يدعى باب علي وقد كسر النظرية النمطية التي كانت لديه عن المسلمين فقد كنت مندهشا لأنه كان رجلا مرحا وبسيطا فلم يكن كما يصوره لنا الإعلام بلحية طويلة ومتجهم ويصرخ بقتل الكفار وقتل الأوروبيين وقتل كل الناس وبعدها استطعت أن أحصل على نسخة من القرآن الكريم وعندما حصلت عليه كان يخيل إلي أن كتاب الإرهابيين معي وكنت خائفا من المباحث أن تقوم بقبض علي في أي لحظة ولكن ما إن بدأت في قراءة هذا الكتاب إلا وعلمت أنه الحق وإنه كتاب من عند الله تعالى ولم أستطع التوقف عن قراءته فقد وقع ووقر في قلبي تأثيره العجيب وأول مرة ذهبت فيها إلى المسجد بقيت هناك لفترة طويلة وأنا أقرأ القرآن فاتصلت بي والدتي وقالت لي أين قضيت كل هذا الوقت فقلت لها بالمسجد فقالت لي لا 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 يجب أن تكون بالمسجد فأنت مسيحي يجب أن تكون بالكنيسة وكانت صدمة كبيرة لها وكانت تعتقد أني في طريقي إلى الهاوية وكانت هذه ردة فعلها الأولى وبعدها حاولت أن تتقبل الوضع لأنه أصبح أمر واقع بالنسبة لها جميع الذين تحولوا إلى الإسلام شعروا أنهم وجدوا الملاذ الحقيقي لهم فأنا في الماضي لم أكن أشعر بنفسي وكأن شيئا كان يتحكم به كل الأشياء الجميلة حدثت لي بعد الإسلام فأنا قبل الإسلام لم أكن سعيدا سبحان مقلب القلوب إنسان مليء بالغضب تجاه المسلمين ويحاول أن ينضم للجيش للذهاب إلى بلاد المسلمين وقتل أكبر عدد ممكن منهم لأنهم في نظره إرهابيين وقتل وشاء الله أن تكون نقطة البداية في إسلامه من المكان الذي أرادوا تشويه فيه سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكيل الأكاذيب والتدليس لسيراته العطرة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فيصرفون المليارات ليشوه الإسلام في ماكينات الإعلام والإسلام ينتشر كالنار بالهشيم يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون لكن أنا وأنت أين مقعدنا من كل هذا هل سهمنا في نشر ديننا هل سهمنا في إيصال الصورة الحقيقية عن دين الإسلام وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء والله من يتابع قصص هؤلاء الوافدين والداخلين الجدد إلى الإسلام يجد العجب العجاب شاهد هذه المسنة الأميركية ماذا تقول تبكي وتقول لماذا تخفون عنا هذا الشيء لماذا لم تخبرونا بهذا الشيء تعاتبنا ونحن في الدنيا لماذا لم تخبرونا بهذا الشيء كم من هؤلاء وصلهم الإسلام مشوها ألا نعتقد أن هؤلاء سيسألوننا أمام الله لماذا لم يخبرونا بهذا الشيء لماذا أخفو هذا الشيء عنا أحيانا نظن أن دعوة هؤلاء أمر معقد تابعت كم كبير من قصصهم بعضهم يهتدي فقط بذكر الإسلام له قصة قصيرة حدثت مع سيدنا محمد أو قصة قصيرة عن حياته وأخلاقه كل ما علينا فعله هو تطبيق ديننا بشكل صحيح لأنها فعلنا هي أكبر دعوة إلى الله ادعو إلى الله بآية أن تتحفظها بحديث أن تتحفظه بمشاركة فيديو على مواقع تواصل الاجتماعي وكم من أعداد كبيرة من هؤلاء اهتدى عن طريق فيديو أو صورة أو قصة خصيرة عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنطلق أطلب منكم فضلا وليس أمرا مشاركة الفيديو ليصل لأكبر عدد ممكن من الناس ومن يريد أن يأخذ فيديوهاتي ويجيد لهجات أخرى ويترجم هذه الفيديوهات فليفعل فمعكم كامل الصلاحية في أخذ فيديوهاتي ونشرها على صفحاتكم وهذه كانت حلقتنا اليوم من سلسلة الحق أحق أن يتبع كنت معكم أنا أخوكم نورس أحبكم في الله لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته